من رحم الله ينضم إلي جمال جمعة منسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان أهلا بك سيد جمعة هذا القرار ربما أو مسودة القرار الأمريكي بخصوص المستوطنات لأي درجة من شأنه أن يشكل ضغطا على حكومة ناتنياهو التي تبدو ماضية قدما في سياساتها في قطاع غزة لناحية العملية في رفح أو حرب الإبادة الجماعية التي تقودها في قطاع غزة لا أدري كم سيشكل ضغط ولكن أعتبر أن هذا القرار هو إلى حد ما إذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك هو عمليا تعمية عن كل موضوع الاستيطان كموضوع غير شرعي عندما تتحدث أمريكا عن فرض عقوبات على بؤرة استيطانية البورة الاستيطانية مفروض حسب القانون الإسرائيلي هي غير شرعية فما بالك يعني في حسب القانون الدولي كل المستوطنات غير شرعية وكأنها تعطي شرعية لمثل هذه البورة الاستيطانية وهذا من ناحية من ناحية أخرى لا يمكن فصل المستوطنات عن حكومة الاحتلال ولا المستوطنين عصابات المستوطنين هي أصبحت اليوم اليد الضاربة لجيش الاحتلال وهي أيضا الوسيلة لمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتهجير السكان بعيدا تحاشيا لمسؤولية الحكومة أمام القانون الدولي فبالتالي المسؤول عن كل الجرائم التي يرتكبها المستوطنون من تطهير عرقي وتهجير وقتل للفلسطينيين والاستيلاء على مئات ألاف الدنومات فعقيقة وإقوامة البورة الاستيطانية نحن نتحدث خلال ثلاث سنوات عن 103 بؤر رعاوية رعاوية هدفها تهجير التجمعات الفلسطينية نتحدث عن المستوطنين هجروا ما يزيد عن 22 موقع فلسطيني وهناك بدوي في مناطق جيم وهناك 39 موقع تحت طائلة التهجير وست مواقع تم تهجيرها بشكل جزء هذه جرائم حرب تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال سموتريتش، بينكفير هم من صلب الحركة الاستيطانية هم رؤساء هذه الحركة الاستيطانية والجمعيات الاستيطانية التي تمولها هؤلاء المستوطنين إذن العقوبات يجب أن تكون على نتنياهو وعلى حكومة الاحتلال ولكن أمريكا واضح تماما من كل ما صار علاقة أمريكا بالحرب الأخيرة وتكشف أن أمريكا هو من يقود عملية الإبادة في قطاع غزة هو من يمنع إيقاف عملية الإبادة في قطاع غزة هي من اليوم تحاول أن تذهب إلى ممر بحري من أجل تهجير الغزة لعدم إحراج العرب وخصوصا الجانب المصري في موضوع التهجير التي تضغط باتجاه حكومة الاحتلال فأمريكا متورطة متورطة في دم الشعب الفلسطيني متورطة في عملية التهجير وبالتالي عقوبات على المستوطنين هذه لن تردع لن تنياهو ولن تردع المستوطنين لكن في ذات الوقت سيد جمال هذه العقوبات تفارق نظيرتها أو سابقاتها ذلك أنها توجه ضد بؤر استيطانية بأكملها وليس ضد أفراد كما شاهدنا في مرات سابقة ألا يشكل هذا فارقا عن ما رأيناه من مواقف أمريكية تجاه المستوطنات بتقديرك لا لا أنا لا أعتقد ذلك ما هي البؤر الاستيطانية نظرت إلى البؤر الاستيطانية التي انطلق منها المستوطنين إلى مهاجمة الفلسطينيين وحصول التجمعات البدوية وغيرها والمزارعين الفلسطينيين هي عبارة عن كارفان وبضعة مستوطنين يتواجدون دائما بالمكان ويستقبلون أيضا من هؤلاء المجرمين يستضيفونهم في هذه البؤر من أجل التخطيط للهجوم على الفلسطينيين ما نوى العكوبات التي تريد أمريكا فرضها على مثل هؤلاء هل سيردع هذا الحكومة الإسرائيلية لماذا تعفى الحكومة الإسرائيلية من مسؤوليتها عن هذه الجرائم فبالتالي المطلوب من أمريكا أن تعاقب حكومة الاحتلال إذا كانت صادقة في ذلك وليس مجرد هي دعاية انتخابية لبايدن وذر الرماد في العيون وكأن أمريكا تحاول أن توازن في علاقتها مع الفلسطينيين هذا غير صحيح هي تشجع المستوطنين على ذلك تشجع حكومة الاحتلال على ذلك بفصل هذا المسارات عن بعضها البعض حكومة الاحتلال هي المجرمة وهي من يتورط في كل هذه العمليات وهي من يخطط وهي من يمول هذه البوار الاستيطانية ويوفر كل البنى التحتية لهذه البوار الاستيطانية إذن هي الأب المسؤول والأب الروحي عن هذه البوار الاستيطانية هي من يجب أن يعاقب ويمنع من عمل هذه والطلب يجب الطلب أقل العكوبات هي الطلب من حكومة الاحتلال إزالة هذه البؤر الاستيطانية لتشكل عمليا منطلقات لقتل الفلسطينيين في مواقعهم نعم في ذات الوقت الجيش الإسرائيلي يقدم المظلة القانونية الأمنية للمستوطنين للقيام بهذه الانتهاكات والقيام بعملياتهم بالإضافة طبعا للدعم السياسي المقدم لبناء المستوطنات ما الذي يمكن فعله على المستوى القانوني وأقصد بذلك النظر إلى المؤسسة العسكرية أو حتى السياسية الإسرائيلية وليس إلى هذه الميليشيات والأفراد الخارجين على القانون كما يصنفون وفق القانون الدولي أخي العزيز لا أدري اليوم ترتكب إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة على الملأ وتبثا حيا عبر وسائل الإعلام العالمية والسوشال ميديا ومحكمة العدد الدولية قامت بهذا الدور الذي نحن نطالبنا بالنهاية كنا نطالب قبل هذه الإبادة بالذهاب إلى محكمة العدد الدولية ومحكمة جرائم الحرب من أجل محاكمة مجرمي الحرب فإذا كانت إسرائيل تعطى هذه الحصانة من قبل أمريكا ومن قبل الأنظمة الحاكمة في أربا مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فإلى من تشتكي يبقى إذن قانونيا لا يوجد ما تفعله ما تفعله هو أنت كفلسطيني وكعربي كيف أن الدول العربية عليها مقاطعة هذا الكيان كيف على السلطة الفلسطينية أن تسحب الاعتراب بكيان الاحتلال الأقل ما يمكن أن تفعله أمام هذه الإبادة وأمام جرائم التطهير العرق والسيطرة على الضفة الغربي الذي يتجاري حاليا أكثر من 50% من مساحة مناطق جيم تم السيطرة عليها وإخلاءها من قبل المستوطنين تطهير عرق وتهجير كامل يجري بالضفة الغربية ماذا ننتظر؟ لماذا تبقى السلطة صامتة عن ذلك والعالم العربي صامت والأنظمة العربية المجاورة لنا صامتة؟ هي أيضا بصمتها هذا تسهل ما تقوم بها حكومة الاحتلال شكرا جزيلا لك جمال جمعا منسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان حدثنا من رمال الله شكرا جزيلا لك